اشتركوا في القناة وصباح الخير لمخرجنا في هذا النهار أكرم عودي ولعضو الكنيسة عن القائمة المشتركة راح نتحدث عن المرأة الفلسطينية العربية وتحدياتها في كل يوم بشكل يومي السيدي عيدة تومة كل عام وانت بألف خير يا رب وانت بألف خير ونساءنا جميعا نساء العالم بألف خير ولو انه مش عيد هذا اينو بعرف بالضبط ولكن احنا منعتبره يعني كيوم عالمي هو نوع من الاحتفالية بالمرأة اللي هيك من خلال هذا اليوم كمان منستمر انه نسلط الضوء على القضايا ومنسعى على الوصول الى المساوامة بين المرأة والرجل عيدة قديش احنا قريبين من هذا المشهد يعني دعيني اقول اول شيء انه المال في السنوات الاخيرة لتجديد على الجانب الاحتفالي في هذا اليوم بدأ يقلقني لانه عمليا نحن نحتفل عندما نصل الهدف نحن نحتفل صحيح يحق لنا انه نحتفل بالانجازات على الطريق بس انه يتحول يوم نضالي فقط لاحتفالات في عنا اشكالية ساعتها بيكون نحن ما زلنا يعني على الطريق من اجل المساواة لكن لا شيء يضمن انه دائما التقدم سيكون نحو المساواة ما طول ما ما طول ما عفوا المقاطعة طول ما احنا عم منطالب في المساواة معناته في خلاله في عدم مساواة صحيح صحيح واحيانا البعض في عندهم نوع من الوهم يعني انا التقي بكثير من فئات من مجتمعنا اولا انا لا اطالب بالمساواة مع الرجل خلينا نكون واضحين يعني انا لا اطالب بالمساواة مع الرجل انا اطالب بمجتمع عادل فيه مساواة لأنه أنا بأعتقد أنه الرجل العربي بالذات في البلاد الفلسطيني في هذه البلاد يعني هو ليس بأحسن وضعية ليش أني أطالب بأكون بمساواة معنا أنا أطالب بالمساواة في الفرص أنا أطالب بالمساواة في الفرص أنا أطالب بأن يستطيع كل إنسان أن يحقق أحلامه بقدر اجتهاده إنسان أو إنسان مفهوم النسوية عم بيكون مختلف يعني عفوا لأنه عم من حيدي شوي صغير عن السياق المضمون الأساسي لكن يعني تحديداً باللي عم بتشير عليه وجهني لهذا السؤال مفهوم النسوية عم بيكون شوي صغيرة مختلف أولاً يعني خلينا نتفق أنه في عدم وضوح وضبابية باستعمال كلمة النسوية بالضبط يعني اليوم نعتقد بأنه كل إمرأة بإمكانها أن تقول عن نفسها أنها نسوية وأنه كل فعالية هي فعالية نسوية مرات بتقول إن فعالية هي الشيء المضاد فعلاً لشو يعني نسوية النسوية هي أن تحمل الهم هم مساواة المرأة وفرص وتطور وإمكانيات حقوق المرأة أن تتحقق ليس بكوني إمرأة بالتالي أنا نسوية ومش كل من يرفع شعار أصبح نسوية النسوية هي مبدأ يدعو للعدالة الاجتماعية مبدأ يناهد الحروب والاحتلال لأننا نعتقد أنه تسيء بشكل مباشر وأكثر من أي شيء آخر للمرأة نحن نطالب بالديمقراطية والشفافية والمساواة في الفرص هاي هي النسوية مش معناه أنه أنا خلقت إمرأة أو بأمل فعالية للنساء هاي نسوية هاي نسائية طبعاً هذه فعاليات نسائية النسوية يجب أن تحمل مضمون الفكر النسوي سيدة عيدة إذا بنا نتحكي تحديداً على لجنة مكانة المرأة في الكنيسة تتطرقوا وبتهتموا إلى كل ما يخص قضايا المرأة وبالذات المرأة الفلسطينية والعربية وحتى القضايا الموجعة ومسبقاً حكينا عن تزويج القاصرات أو حتى الطفلات مثل ما حضرتك وصفتي هذا المشهد شو اليوم أبرز الأمور الحاضرة في نقاشاتكو؟ أي أمور نسعى جاهدين لأن نحصنا وكأن في أول سلم أولويات المرأة العربية قضية عمل النساء العربيات وظروف عمل النساء العربيات هي بالنسبة لي قضية مركزية اليوم أيضاً في عمل في الكنيسة خصصت الكثير من الجهود في هذه الدورة في الكنيسة لقضية عمل النساء بشكل عام وعمل النساء العربيات البدويات في النقب بشكل خاص عنا وضعية صارخة يعني فقط 32% من النساء العربيات يعملنا فقط 24% من النساء العربيات البدويات يعملنا وفي داخل هذه الإحصائيات هناك انتهاك صارخ لحقوق هنك نساء عاملات طبعاً هذا يشكل عبئ كبير عليهم قضية أخرى نعالجها بشكل دائم وبشكل مستمر هي قضايا العنف ضد المرأة قضايا التحرشات الجنسية وقضايا قتل النساء هذا أمر يعني هام جداً أن نتابعه في يوم المرأة في اليوم الخاص قبل يومين عقد جلسة خاصة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 13-25 في إسرائيل ماذا تبقى منه عندما وصل 13-25 إلى إسرائيل ماذا تبقى منه لأن هذا القرار هو يعالج وضعية النساء في مناطق النزاعات المسلحة يعني هذا الباب الذي دخلنا منه للحديث على دور النساء في مناهضة الاحتلال ودور النساء الإسرائيليات بكونهم متضررات من استمرار الاحتلال طبعاً ليس بقدر ما الفلسطينيين متضررات لكن شو دورهم؟ ما هو دور النسويات في إسرائيل لإنهاء الاحتلال بعض قد أيضاً هاي قضية هامة جداً لا يمكن التغاضي عنها في اليوم توجه هيك أنا ما دخلتنيش بالسياسي أنا نسوية وما دخلتنيش بالسياسي يعني المسألة هي اللي عم بفهمه كمان أنا هو ليس فقط مساواة بين المرأة والرجل هو مساواة على الصعيد المجتمعي وأيضاً السياسي المجتمعي الاجتماعي الذاتي لا المرأة تحديداً هي رؤية متكاملة لبناء مجتمع مختلف هيك أنا بشوفها عشان هيك أنا بعتقد أنه فيها مكان للرجال والنساء النسوية النسوية هي نضال من أجل مجتمع فيها عدالة اجتماعية كما قلت فيها مسواة في الفرص فيها نضال ضد الاستغلال المادي والاستهلاكي في حياتنا اليومية فيها نضال ضد الحرب وضد الاحتلال لا يمكن أن أفهم إحدى التحديات التي تواجهني كرئيسة لجنة مكانة المرأة أنهم يريدونني أن أدافع عن حق المرأة اليهودية في الدخول للجيش وأن تكون مقاتلة في الجيش أنا أقول هذا يتناقض ورؤيتي لأن حقنا ليس أن نتساوى في القتل حقنا ليس أن نتساوى في العنف وفي الاقمع حقنا في أن نمارس حياة كريمة لكل الناس إذا نتحدث شوي عن الجانب الإيجابي عيدا يعني برغم كل هاي هو فعلا نضال يعني عم تخوضه نضال وهيك يمكن يتوج في كل ما تطرحونه في لجنة مكانة المرأة إنجازات من عام 2017 لليوم إن كان على صعيد سن قوانين يمكن أو حذف قوانين معينة أو أمور مبشرة بالخير تتعلق بمكانة المرأة العربية بالذات في قضايا تتعلق بمكانة المرأة العربية تحديدا كما قلت هي في الأكثر يعني أولا أنا بعتقد أهم إنجاز في لجنة مكانة المرأة برئاستي هو أننا وضعنا خطاب مختلف وأحضرنا المرأة العربية إلى مركز البرلمان الإسرائيلي ولا أقول هذا لأني أترأس اللجنة ولكن أقوله لأن القضايا اللي طرحناها وعالجناها أثبتت ووضعت تصور مختلف حول مكانة المرأة العربية الفلسطينية في البلاد الأمر الآخر يعني قبل يومين كان عندي حدث شارك فيه أربعمائة امرأة في الكنيسة حول قضية تمثيل النساء في السلطات المحلية هذا أمر هام جدا بكوننا في سنة انتخابات لا يمكن السكوت على أنه في فقط ست نساء في كل مجالسنا المحلية بين مئات أعضاء المجالس المحلية أمر يعني مضحك مبكي دعينا نقول لكن هناك إنجازات تتعلق في قضية يعني طرح قضايا المرأة بثقلها العربية في الكنيسة بالتصور الذي نحن نراه وليس بعقلية الغرب الذي ينظر إلينا يعني وكأنه يريد أن يمن علينا ببعض الحقوق القضية الأخرى يعني كان هناك مجموعة قوانين وأنا استطعت أن أمرر ثلاث قوانين في القراءة التمهدية في الأولى؟ لا التمهدية القوانين الخاصة تمر أولا بالقراءة التمهدية وبعد ذلك القراءة الأولى قانون يتعلق في قضية الإسوارة الإلكترونية للرجال العنيفين بحيث تحذر المرأة في خطر من اقتراب هناك قانون تعني أتوضح للي ما بعرف اللي أنا بعض هدول الأشخاص باعتراف صريح يعني موجودين في الشارع بيكونوا لابسين إسوارة للرجال العنيفين؟ هي مش يعني إسوارة بمفهوم إسوارة حلية وإنما هي رابط ألكتروني اللي عندما يكون الرجل يشكل خطر فعلي على المرأة وهناك قرار محكمي بأنه هو يشكل خطر ويبعد عنها ويمنع اقترابه منها يتم الباسه هذا جهاز التعقب الألكتروني بحيث عندما يقترب ويخرق قانون الإبعاد أو قرار الإبعاد يعطي إشارة للشرطة وللمرأة نفسها حتى تأخذ حذرها من هذا القانون يعني هذا محاولة لحماية المرأة بدون ما هي تكون في مكان مغلق حد من حركتها إنما هي تستطيع أن تمارس حياتها اليومية لأنها بالتالي هي ضحية عنف وهي ليست المجرم اللي يجب أن يتم تضييق عركاتها وأيضا يحميها في نفس الوقت طبعا هناك أيضا قانون بالقراءة التمهيدية اللي يجرم من يشتري خدمات جنس بمعنى بالدعارة هذا أيضا محاولة لقلب المنظور القائم وكأن المجرم هي المرأة التي تمارس الدعارة المرأة التي تمارس ليس هناك إمرأة تريدها هناك من يتاجر فيها هناك من يتاجر بأجساد النساء ويستغل أجساد النساء ويمارس عليهم العنف والتهديد حتى يقومنا بذلك بالتالي التعاون مع هذا التوجه من خلال أن يكون الرجل زبون لهذه التجارة الرقيصة أعتقد هذا ما يجب تجريمه هناك طبعا كثير من الأمور اللي تم إنجازها في قضية تغيير سياسات أو تخصيص ميزانيات يعني أنا ساهمت في تكبير الميزانية إلى مراكز مساعدة الدحايا العنف ساهمت فيه أعتقد أنه كمان واحدة من الإنجازات المهمة هي أننا نحن النساء العربيات عضوات البرلمان لا نعمل فقط في قضايا المرأة وإنما نحن عضوتي الكنيسة لدينا مقولة سياسية أيضا وأعتقد هذا أيضا إنجاز صحيح وهذا فعلا إنجاز أريد أن أرجع شوي صغير إلى نفس السياق طبع القوانين وسن وإلغاء القوانين سبق عملوا في اقترح في مصر تحديدا في تونس ولبنان أيضا نحكي عن إلغاء مواد من قانون العقوبات الفلسطيني الذي ينص على عدم عقاب المغتسب في حال تزوج المغتسبة في لبنان احتفلوا مؤخرا قبل نصف سنة بإلغاء هذا الباند هذه وصمة عار في قانون العقوبات في الدول العربية يعني ليس فقط أنهم لا يعاقبونه على عملية الاغتصاب الأولى وإنما بعطوا رخصة يستمر في اغتصابها كل حياتها روح تزوجها من خلال أنه يزوجها أنا بعتقد أنه هذه وصمة عار وأنا أحيي كل النساء الشجاعات العربيات بما في ذلك الفلسطينيات اللي أعلم أن ينقصصوا هذا العام يوم المرأة في كثير من المراكز لمناقشة هذا الباند أنا أعتقد أنه هذه شجاعة أن يطرح هذا الموضوع بهذا الشكل وأحييهن وأتمنى فعلا أن تزال وصمة العار هذه من قوانين الدول العربية وأولها دولة فلسطين التي نريد لها أن تكون دولة ذات عدالة اجتماعية إن شاء الله عيدة أخيرا أن نأخذ منك كرسالة بتحب أنك تواجهيها في يوم المرأة بس تسمحي لنا شوي نحكي عن الجانب الشخصي يعني أنا خجلان إذا نسألها يعني إحنا بدردشة صباحية وهيك مشاهدينا أكيد بيحبوا يتعرفوا أو يسمعوا من الضيوف عن جوانب أخرى يعني عيدتهم مع المرأة الأم وحديثا الجدي ألف مبروك نقول لك طبعا نبارك لأم وزوجة بولادة التوأم كمانك نحكي شوي في هذا اليوم عن هذا الدور الجديد وكيف عم تقدر يتوفر بين كونك نائب في البرلمان مع كل هاي عاصفة المشاعر الإيجابية والجميلة يعني أعتقد أولا أنه عاصفة المشاعر الإيجابية هذه شحنتني بطاقة كبيرة وأنا قلتها في أكثر من مناسبة آخر أسبوعين إذا كنت حتى الآن أناضل من أجل مجتمع أفضل لبناتي فأنا اليوم أناضل من أجل مجتمع أفضل أيضا لأحفادي آدم وأيما أعتقد بالعكس يعني هذا شيء إيجابي هذا يدل على أن هناك مستقبل ننظر له ونرنو له وإذا كنا نقوم بأعمال فإحنا نقوم فيها من أجل بالفعل مستقبل أفضل إذا كان لأولادنا أو لأحفادنا كيف موفق؟ يعني ساعات النهار طويلة في عنا 24 ساعة 24 ساعة يعني نعم هو صعب بس الخبر الإجابي أنه الأسبوع القادم إما سنخرج إلى عطلة من عمل الكنيسة أو سنتوجه إلى الانتخابات يعني على حالتين التوجه للانتخابات معناه سقوط هذه الحكومة اليمينية الفاشية والخروج معناه الإبتعاد قليلاً عن هذه الأجواء المشحونة وشوية وقت مع الأحفاد والتفرق للأحفاد الله يخليهن يا رب والفضل وجدد تسلم كل تأكيد رئيسة لجنة مكانة المرأة عيدة ومع عضو الكنيسة وعن القائمة المشتركة صباحك غير بعرف أنه مش عيد بس كل عام أنت بخير وكل يوم عليك خير كل يوم وإحنا جميعنا بخير إن شاء الله ومعك دائماً صباحنا غير شكراً لحضورك يسعد صباحك شكراً لحضورك